اشتركوا في القناة وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي أنها تفاعل مع خبر انتشار حشرة بقي الفراش في إحدى الدول الأوروبية ومن أجل ضمان عدم دخولها إلى التراب الوطني عبر البوابات الحدودية للمملكة باشرت بتنسيق مع مختلف السلطات العمومية المتدخلة في مجال المراقبة الصحية على الحدود عملية تفعيل نظام اليقظة الصحية والرصد الاستباقي تحسبا لأي تسلل وانتشار لهذه الحشرة وفي هذا الصدد تخبر الوزارة الرأي العام أنه على إثر انذار صادر عن ربان سفينة قادمة من ميناء مرسيليا بفرنسا يوم الثاني أكتوبر الجاري بعد الاجتباه في وجود بقي الفراش في مقصورة الطاقم قامت مصالح المراقبة الصحية الحدودية بميناء طنجة المتوسط التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتفعيل الإجراءات التي يتم بها العمل في مثل هذه الحالات بحيث دابت على إجراء تفتيش دقيق لجميع مكونات السفينة وحمولاتها والأماكن العامة على متنها وقد بيّنت نتيجة وتفتيش عدم وجود أي حشرات على متن السفينة بما في ذلك بق الفراش في خبر آخر أقامت القوات المسلحة الملكية مستشفى ميداني طبي جراحي إضافي على مستوى الجماعة القروية إغرم بإقليم تارودانت وتقدم هذه الوحدة الطبية بإغرم التي شرعت في استقبال المصابين يوم الأحد الماضي تقدم خدمات طبية وجراحية لفائدة ضحايا زلزال ثامن شتنبر وذلك في إطار التعبئة الشاملة التي تهدف إلى مد يد العون إلى ساكنة المتضررة من هذه الكارثة الطبعية متابع التقرير صفي عصمة تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أقامت القوات المسلحة الملكية مستشفى ميداني طبي جراحي إضافي على مستوى الجماعة القروية إغرم بإقليم تارودانت هذا المستشفى متعدد لاختصاصات الذي عبأ فرق طبية مكونة من 19 طبيب و37 ممرض وممرضة و32 فردا من طاقم الدعم ينضاف إلى المستشفى الميداني الإضافي المقام بجماعة مجراط بإقليم ششاوة هذه الوحدة الطبية بإغرم تقدم خدمات طبية وجراحية لفائدة ضحايا زلزال الثامن من شتنبر وذلك في إطار التعبئة الشاملة التي تهدف إلى مد يد العون إلى الساكنة المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية هذا المستشفى الذي يستقبل يوميا 500 مستفيدا يضم مجموعة من التخصصات من بينها الإنعاش والتخدير جراحة العظام، جراحة العيون، أمراض النساء والتوليد والطب النفسي كما يوفر كذلك ستة سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات المستعصية نحو المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت إضافة إلى توزيع الأدوية بالمجان في ذات السياق يعكس المستشفى الطبي الجراحي العسكري الميداني الذي أقابته القوات المسلحة الملكية على مستوى الجماعة القروية مجرط بإقليم ششاوة من خلال الخدمات المتعددة التي يقدمها للمستفيدين يعكس التعبئة القوية والتزام القوات المسلحة الملكية بخدمة السكان المتضررين من زلزال الحوس المستشفى الطبي الجراحي العسكري الميداني الذي أقامته القوات المسلحة الملكية على مستوى الجماعة القروية مجرط بإقليم ششاوة يعكس التعبئة القوية والتزام القوات المسلحة الملكية بخدمة المتضررين من زلزال الحوز من خلال تقديم العديد من الخدمات الطبية والشبه الطبية نشكر جلالة الملك بعد الخدمة التي ذكرنا واللدوية والصبيطرة والعلاج المهمة القضية نزينا الحمد لله نجيت ندوز في المستشفى العسكري وكينا المساعدة كي نطبع كي ندوى ما حسنا إن شاء الله ولو وتنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية شرعت القوات المسلحة الملكية في إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين إضافيين بنفس الجماعة القروية والجماعة القروية إغرم بإقليم تارودانت مبادرة ملكية سامية رفعت عدد المستشفيات الميدانية الطبية الجراحية التي تمت إقامتها إلى أربعة الشيء الذي سيسهم في تعزيز الدعم والمساعدة الطبية لفائدة الساكنة المتضررة من زلزال الحوز تقم طبي مكون من أطباء عامين ومتخصصين بالإضافة إلى فريق الخدمة الاجتماعية التابع للقوات المسلحة الملكية يسهر على تقديم الخدمة الطبية الضرورية على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع إلى الأخبار الدولية في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة الأمريكية صوت مجلس النواب الأمريكي على إقالة رئيسه الجمهوري كيفين مكيرثي وذلك على إثر مذكرة تنحية تقدم بها نائب من حزبه تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب وصوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 أصوات لصالح المذكرة التي تقدم بها الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري مما يفتح الباب أمام مزيد من الانقصام في صفوف جمهوري مجلس النواب وذلك قبل عام من إجراء الانتخابات الرئاسية في أعقاب ذلك دعا الرئيس الأمريكي جون بايدن إلى انتخاب إلى المسارع لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفين مكيرثي وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بير في بيان قالت إن الرئيس بايدن أثبت أنه حريص دائما على العمل مع الحزبين في الكونغرس بحسن نية نيابة عن الشعب الأمريكي ولأن التحديات الملحة التي تواجه البلاد لن تنتظر فإنه يأمل أن ينتخب مجلس النواب رئيسا له على وجه السرعة في جديد الأزمة السودانية حذر برنامج الغذاء العالمي من أزمة جوع طارئة تلح في الأفق على الحدود بين السودان وجنوب السودان في وقت تستمر فيه العائلات الفارة من القتال في السودان في عبور الحدود وقال البرنامج الأممي في بيان إن البيانات التي جمعها تظهر أنه من بين ما يقرب من 300 ألف شخص وصلوا إلى جنوب السودان في الأشهر الخمسة الماضية يعاني واحد من كل خمسة أطفال من سوء التغذية كما يقول 90% من الأسر إنهم يقضون عدة أيام دون تناول الطعام دوليا دائما أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن شهر شتنبر الماضي كان الأكثر حرارة في تاريخ البلاد منذ بدء قياس درجة الحرارة قبل 125 سنة والتي تجاوزت 35 درجة في مدينتي شيزوكا وكوفو لتسجل مستويات قياسية قمر خائف الله في المتابع يتعرق سكان توكيو بسبب حرارة الصيف المرتفعة والتي تجاوزت حتى أواخر شهر شتنبر المنصر 35 درجة في مدينتي شيزوكا وكوفو لتسجل مستويات قياسية منذ بدء قياس درجة الحرارة أي قبل 125 سنة وفق ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية اليابانية وعز مسؤول الهيئة اليابانية ارتفاع درجة الحرارة بشكل قياسي إلى الرياح الغربية المتعرجة التي انحرفت نحو الشمال أكثر من المعتاد فيما اكتسبت أنظمة الضغط المرتفع في المحيط الهادئ قوة في شرق اليابان مدن في كل أنحاء البلاد حطمت متوسطا قياسيا لدرجة الحرارة شهر شتنبر الماضي بما فيها العاصمة توكيو إضافة إلى مدن أخرى مثل أوساكا وناغويا ويسوقع أن يكون هذا العام الأكثر حرا في تاريخ البشرية مع تصارع ظاهرة تغير المناخ فيما أعلنت دول مثل النمسا وألمانيا وبولندا وسويسرا تسجيلها الشهر الماضي أكثر الأشهر حرا على الإطلاق في شارع الدولية دائما ملحت جائزة نوبل للفيزياء لعام 23-2000 في ستوكهولم للمجاري النمساوي فيني نيكراوس والفرنسي بير أغوستيني والفرنسية السويدية أنل الويلر نظير أبحاثهم المتعلقة بأدوات استكشاف الإلكترونات داخل الضرات والجزيئات شيماء باك جائزة نوبل للفيزياء تذهب هذا العام إلى ثلاثة باحثين أثرت أبحاثهم العلمية المتعلقة بأدوات استكشاف الإلكترونات داخل الضرات والجزيئات لجنة التحكيم هم المجاري النمساوي فيرين كروز والفرنسي بيير أغوستيني والفرنسية السويدية أنيل ويلاغ لجنة تحكيم بستوكهولم أعلنت عن فوز الباحثين الثراتة الذين أظهروا طريقة لإنشاء نبضات ضوئية قصيرة للغاية يمكن استخدامها لقياس العمليات السريعة التي تتحرك فيها الإلكترونات أو تغيير الطاقة إيفا أولسون رئيسة لجنة نوبل للفيزياء قالت بالمناسبة يمكننا الآن فتح الباب أمام عالم الإلكترونات فيزياء الأتو الثانية تمنحنا الفرصة لفهم الآليات التي تحكمها الإلكترونات والخطوة التالية ستكون استخدامها وتبلغ القيمة المالية للجائزة 950 ألف يورو يتم تقاسمها مناصفة بين الفائزين ويستمر موسم نوبل فيستوكهولم بمنح جائزة الكيمياء وجائزة الأدب وجائزة السلام وهي الجائزة الوحيدة التي تمنح في أسدو فيما تختتم جائزة الاقتصاد سلسلة جوائز نوبل المرموقة الإثنين المقبل نعود مشاهدين للخبر الوطني من الرباط حيث أكد عدد من المشاركين في لقاء دراسي حول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء نظمه مجلس النواب بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أكدوا ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد والتقائية تدخلات القطاعات الحكومية المعنية من أجل تطبيق سليم لهذا النص التشريعي يحقق الأهداف المتوخى منها في لقاء دراسي عقد بمجلس النواب حول الإشكاليات القانونية والتنظيمية والعملية المرتبطة بتنفيذ القانون 113-13 المؤثر لمحاربة العنف ضد النساء أجمع المشاركون أن هذا القانون أسهم في تعزيز الحماية الجنائية للمرأة لكن الممارسة العملية أفرزت العديد من الإكراهات وتسأل المشاركون عما إذا كان الخلل يرجع إلى النص أم يكمن في فهمه وتطبيقه من طرف الفاعلين أم أن منبع الخلل يرجع إلى المجتمع أو الأسرة كما أثار المشاركون تساؤلات حول مدى كفاية المقاربة الزجرية للإحاطة بظاهرة العنف ضد النساء وأكدوا على ضرورة وضع اليد على مكامن الخلل المرتبطة بتطبيق القانون 113-13 والبحث في سبل معالجة مسألة إثبات العنف وتفعيل الإجراءات الحماية والوقائية وتعزيز منظومة القيم وتحسيس المجتمع بمخاطر العنف ضد النساء نبقى بالرباط وخلال ندوة وطنية حول موضوع الحماية القانونية والاجتماعية والصحية للسجناء المسنين أفدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن العدد الإجمالي للسجناء المسنين 60 سنة فما فوق بلغ إلى غاية العشي شتنبر الماضي 2324 سجينا سكينة مسوية في المتابع الحماية القانونية والاجتماعية والصحية للسجناء المسنين بين الوقع ورهانات الإدماج موضوع شكل محور ندوة وطنية نظمت بالرباط من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الندوة كشفت عن العدد الإجمالي للسجناء المسنين المتمثل في 2324 سجينا بالنسبة للمسنين عندهم خصوصيات أولا فيما يخص التغطية الصحية فيما يخص المواكبة النفسية فيما يخص مساعدتهم لإبقاء على التواصل والارتباط مع العالم الخارجي خلال الندوة طرحت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى النهود بوضعية السجناء المسنين والتي تروم تعزيز روابط التواصل بين النزلاء المسنين وأسرهم والاستفادة من البرامج التأهيلية اليوم كنتواجد بالمندوبية العامة لإدارة السجون من أجل باهمة جديدة نوعية لفئة خاصة باعتبار أن هذه السن غالبا ما يكون صاحبها مسؤولا خارج السجن له أدوار ضوءنا هو أن نساعده من خلال البرامج نوعية تفردها هشاشة العمر تفردها خبرة السنين تفردها الحنين إلى الأدوار الشمعية التي كان يقوم بها الندوة الوطنية شكلت مناسبة سلط من خلالها عدد من المتدخلين الضوء على خصوصية هذه الفئة مؤكدين على ضرورة تقييم حاجيات السجناء المسنين بناء على المؤهلات البدنية والذهنية لكل شخص نبقى بالرباط حيث وكشفت شركة كاتس بريسكيا الرائدة عالميا في مجال الأمن السيبراني عن حلولها للأمن السيبراني من الجيل الجديد التي تهدف إلى التصدي للهجمات الإلكترونية والمخاطر الناشئة وكشفها وتحليلها والاستجابة لها بحضور مهنيين في مجال الأمن السيبراني وخبراء في التكنولوجيا نظمت شركة كاتس بريسكيا الرائدة عالميا في مجال الأمن السيبراني ندوة بالرباط خصصة لتقديم تقرير يتطرق لمدى نجي المقاولات المغربية في مجال الأمن السيبراني كما كشفت الشركة عن حلولها للأمن السيبراني من الجيل الجديد التي تهدف إلى التصدي للهجمات الإلكترونية والمخاطر الناشئة وكشفها وتحليلها والاستجابة لها من المهم التحلي باليقضى لمواجهة الهجمات الإلكترونية نظرا للتطور السريع لمشهد التهديدات الرقمية وبالنسبة لحلول كاسبيرسكي التي تقدم نفسها كاستجابة استباقية لهذه التحديات تهدف إلى تعزيز المرونة الرقمية للمقاولات وضمان دفاع فعال ضد جرائم الأنترنت الندوة عرفت استعراض خدمات كاسبيرسكي وتقنيتها المتقدمة ومدى التزام المجموعة بالمساهمة في حماية المقاولات من المخاطر السيبرانية وبالتالي تعزيز الأمن الرقمي للبلدان في سياق بيئة متصلة بشكل متزايد ومعرضة للهجمات السيبرانية نختم مشاهدين النشرة بالخبر الثقافي حيث افتتحت بالمتحف الوطني لتصوير الفوتوغرافي بالرباط المعرض الجماعي بين الزمان والمكان لصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو الذي ينظم في إطار حدث المتنقل أطلقته الجامعة الأرجنتلية تريس دي فيبريو المزيد في تقرير شفرح المعرض الجماعي بين الزمان والمكان يعد ثمرة تعاون بين المؤسسة الوطنية للمتاحف والمتحف الوطني للتصوير الفوتوغرافي ومشروعي بنالسور وهو يضم أعمال سبعة أشر فنانا من المغرب وعدة بلدان من أمريكا اللاتينية هذا المعرض يبين إلى أي حد الفن أو العموما والفوتوغرافية خصوصا كتقدر أنها توحد الشعوب وتبين التقاربات الفنية والتقافية بين الشعوب في ضفته المحيط الأطلسي الأعمال المعروضة تتناول ثمات تتوزع بين الأزمنة والوقائع والذاكرة والهوية وهي في الآن ذاته دعوة للتأمل في حال الإنسانية جمعاء وأوجه التلاقي بين المجتمعات على اختلاف ثقافاتها مشاركة ديالي في بيانالسور هي مشاركة بصور بعد صور ديال الشضايا الحياة هو عمل لإخدالي ما بين 2014 و2017 اللي حاولت نوتق فيه الحياة ديال عمل ديال المناجم اللي كيخدم في المغرب اللي باقين كيخدم في المغرب وكان حاولت نوتق أنه أنا جاي من واحد جاي من واحد المليون ديالي زوفرية يعني أنا باقوفرية وحاولت نوتق هاد ناس كيفاش كيعيشوا كيفاش الحياة اليومية ديالهم ومنذ انطلقته في يوليوز الماضي يكون مشروع بنالسور قد قطع أزيد من 9000 كيلومتر لاستكشاف جغرافية ثقافية متنوعة وغنية إلى هنا مشاهدنا نصل إلى ختم هذه النشرة للمزيد من الأخبار كالعادة زور مختلفة منصاتنا الإلكترونية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر